ماشاء الله ماشاء الله ماشاء مع حلاوة بيبيع بالتأسيط المريح والعربيات شغالة كويس قوي عربية واحدة اتقلبت انبارح في قصيوت وقبل كده خمسة في أماكن مختلفة البقية تأتي يا متهيالي هي دي الضربة اللي حتوقت اندار يا حسين زاير لا لا يا أستاذ سامي دي الضربة اللي حتدخلنا قلب حسين زاهر قلب حسين زاهر لما ندخل قلب حسين زاهر حنجيب له السكتة القلبية ممكن اسأل سؤال عارف حتسألني تقول لي حتسألني تقول لي ممكن عرف انت عايز ايه من حسين زاهر بالضبط يا فمي أستاذ سامي أنا يوم ما طلبت مدير لمكتبي تقدم لي حوالي خمسمائة طلب شهدت عليا وماجسترات ومع ذلك اخترتك انت بالذات يا فندم ده ده تاريخ قديم مرتبك نط فجأة من 150 جنيه إلى 2000 جنيه في الشهر ده غير العمولات اللي بتوصل لألف جنيه في الشهر يا فندم أنا كلي من خيرك أنا كل الأوراق اللي بنضي عليها هنا أو برة بتمضي معايا وقبل مني كمان عليها أنا آسف جدا يا فندم أنا قلطت ومش من حقي اني اسأل ما سألتنيش يا سامي أنا ليه عينتك انت بالذات معيني شهدتك متوسطة أنا حاجب لي ساعدتك قاوة استنى يا سامي أنا عينتك لأني سألتك ايه رأيك في الحفاظ على أسرار المكتب فاكر انت جوابتيني قلت ايه بصراحة مش فاكر يا عزبط بيه أنا بقى فاكر قلتلي بالحرف الواحد أنا زي الكلب في وفاءه وإخلاصه وما زيت يا فندم وما زيت سامي الكلب لما بيتسعر بيعملوا في ايه بيطربوا بالنار يا فندم يطربوا بالنار يا فندم؟ نسن ظاهر زي الكلب المصعوب وبينهش في جتتي من خامسة وعشري سنى أنا عمده اللي خلصك منه ده التمن الرصاصها بخمسين قرش لقد عزقتله قمت تخلص علي من خامسة وعشري سنى يبقى يا فاندين رجعني لسؤالي تاني حضرتك عايز منه ايه؟ غلط السؤال مش كده، السؤال كده يبقى غلط لازم تسألني عايز اعمل فيه ايه؟ انا خدامك عايز اجيب له ضغط دم شلل، سكر، تصلف شرايين عايز اقطع علي اعيشه اصدر علي اللقمة العيش شحتها مني وساعتها يديره بوم انفجار في المخ وادفنه مهدايا دي حتى لو كانت تمنى مخسر كل سرودي فهمني يا سامي؟ فهمت، فهمت يا فاندين احنا لو نفستني اللي بقولك عليه لك ربع سرودي ده انا، ده انا خدامك يا بيه احنا شركاء قدام القانون يا سامي عارف، عارف يا فاندين اه سامي اكتب لنفسك شيك بخمس تلاف جنيه، روح البنك امضي والصريفو شكرا اندين، شكرا يا فاندين، أرف، أرف وشكرا اهلا، 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 اهلا يا انيسة هاني، اهلا يا عمير هادم في حد عند بابا؟ انا افضل انكم تعودوا عندي شوية، اصل والد متدايق متدايق؟ مالو، تعال يا تهاني قلت لك كلمني بعدين، مش فاضي دلوقتي، دماغي مش راية، بعدين، بعدين ادخل عبيل حبيبة بابا، اهلا، اهلا سامي بيقول انك زعلان سامي بيقول ان انا زعلان؟ انا لا زعلان ولا حاجة ده بخطاعة ايه؟ بابا، اهلا، اهلا، اهلا تهاني عرفها طبعا، اهلا، اهلا، انيسة هاني اهلا بيك يا فاندين، اهلا وسهلا، اهلا، اتفاضل تحت عمرك يا فنة ايه ده كنت أفور الباب او ايه في انتظار اوامر سيادتك الشوكولات سائعة لعبير الانسة التانية تاخدوا تشرب ايه شوكولات سائعة زيها ومعهم قهوي ساعتك ومعهم قهوة ساعتك حضرة فت الحقيقة يا نسة تهاني لو ما كنتيش جيت النهاردة كنت بعت ناس بوم يخطفوك ياه تهاني على فكرة ده دي بيحبي يهزر لا انا فعلا معجب بيك معجب بيه ازاي يعني يعني سانة زكية مسقفة متفتحة الاولى دايما على كل زملائك وزميلاتك في الجامعة وبعدين تعرف تفتح اي موضوع عايزة تتكلم فيه وتدخل فيه مباشرة دا كأن حضرتك تعرفني من زمان انا الحقيقة اعرف عنك حاجات كتير اولا يعني مثلا اعرف ان ليكي اخت اسمها تفيدة الانسة تفيدة امسك اول غلطة اولا اختي مش انسة اختي متجوزة وقالها بعد بابا الله يرحمه مامات قعدة ما اختي وجوزها هو ملاش اخوات غيرها هو هي كمان ايه هي كمان ايه ملاش اخوات غيري طبعا زيك كان نفسي عجلة تبقى زيك عبير واختي وحبابتي يبقى اتفقنا من النهاردة بقى هيحصل الان شوفي انتي هتذكر مع عبير تذكر لها كل الحاجات اللي هي مش عارفاها وتشرحها لها ثانيا انتي بحكو زالي يعني ايه محجوزة لحضرتك يعني سكرتيرا خاصة ليه في بكتابي هنا وبالمبلغ اللي انت عايزة ومن النهاردة انا اسفة يا اسمت بيه يعني اذكر معبير اه لكن حضرتك تدفع لي اجر لا 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 انت فيبتلي غلط مش اصدي ادفعلك اجر مقابل المذاكرة لا 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 هنعمل عقد يبتلي من بعد باتخلص اتحاناتك وبالمبلغ اللي انت عايزة خمسمية جلي كويسة مبروك يا تهاني الف مبروك اه بس دكتور حسين زاهر عرض علي نفس العرض مين دكتور حسين زاهر انيسة هاني احنا هنا اكبر شركة مؤولات في البلد تهاني موافقة طبعا هو ده عرض ممكن يترفض عظيم اه بس يعني حضرتك تديني فرصة افكر شوي اه بس اه بس الف جنيه في الشهر الف جنيه ايه وليلين انا مستعدة تفعلك اي مبلغ تطلبيه بس ما تخرجيش برا شركتي حولها حضرتك كده بزر للعناية يعني مش متيني فرصة افكر ايه يا تهاني تفكري في ايه ايه دي حاجة عايز التفكير برضو تهاني اشتغل سكرتيرت باباكي و و1000 كنيه في الشهر بس هلا عايز التفكير بتي عارفة لو هو كان عرض علي 200-300 كنيه انا كنت وفقتها لطول لكن 1000 كنيه لا 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 ده مسألة عايز التفكير براو براو مش متينيك يا سامي هايز ما بديك ان اعملك اختفار عشان يشوف في غراء الفلوس هتعمل فيك ايه لانك هتكون مسؤولة عن حاجات مالية بطير بصفتك هتبقي الاستاذة المحاسبة تهاني عبدالفتاح ده بعد منجح ان شاء الله يالله اقري 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 طيب محفظت بالجراد يزوروا مصر 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 اقري مصر